اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم أحسن عاقبتنا بالأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض لك الحمد أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق نسألك اللهم أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيس يا حي يا قيوم برحمتك نستغيس يا حي يا قيوم برحمتك نستغيس فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا نبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اكتبنا من عتقائك من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار يا عزيز يا غفار اللهم برحمتك وفضلك أصلح أحوال المسلمين أصلح أحوال أمة سيد المرسلين اللهم آمنهم في أوطانهم أصلح أحوالهم أرخص أسعارهم ولي عليهم خيارهم اكفهم شرارهم يا ذا الجلال والإكرام اغفر لنا يا إلهنا وارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر ربنا لا تآخذنا بما فعل السفهاء منا ربنا لا تزخ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرامة إنها ساءت مستقرا ومقامة اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم وبوجهك الأكرم نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت أن تجعلنا والحاضرين والسامعين من أهل الجنان وأن تعيذنا من الجحيم والنيران برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق علماء المسلمين ببيان الحق والدعوة إليك اللهم اجمع قلوب الدعاة إلى سبيبك على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ألف بين قلوبهم يا رب العالمين اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم اجعلهم قرة عين لمجتمعاتهم وأسرهم وأبائهم وأمهاتهم اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين يا أرحم الراحمين اللهم أصلح نساء المسلمين اللهم ارزقهم العفاف والحشمة والحياء وأعذهن من التبرج والسفور يا رب العالمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم من أرادنا وأراد بديننا سوءا فأشغله بنفسه يا رب العالمين ورد كيده إلى نحره يا أكرم الأكرمين واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء اللهم وفق جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وفق الأحياء منهم واغفر للأموات إنك سميع قريب مجيب للدعوات اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم أكرم نزلهم واسع مدخلهم اغسلهم بالماء والسلج والبرد نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور يا عزيز يا غفور حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين اللهم ارحمنا إذا وران التراب وفارقنا الأهل والأحباب والأصحاب اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النار برحمتك يا عزيز ويا غفار اللهم هون علينا سكرات الموت اللهم ثبتنا عند الموت اللهم إنا نعود بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت اللهم ارحم في هذه الدنيا غربتنا وارحم في القبور وحشتنا وارحم يوم العرض عليك ذل وقوفنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحمنا إذا برزنا إليك ارحمنا يوم العرض عليك ارحمنا إذا شخصت الأبصار ارحمنا إذا حفية الأقدام ارحمنا إذا عرية الأجسام ارحمنا إذا دنت الشمس من رؤوس الأنام وجيء بجهنم تقاد بألف زمام ومع كل زمام سبعون ألف ملك اللهم احفظ مجتمعات المسلمين من كل الآفات وعمها بالخيرات والبركات وطهرها من المعاصي والمنكرات ادفع عنا الغلاء والوباء والرياء والزنا يا رب العالمين اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك هب لنا غنا لا يطغينه وصحة لا تلهينه واغننا بفضلك عمن أغنيته عنا اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة اللهم أعده على الأمة الإسلامية وهي ترفل بثوب العز والنصر على أعدائها يا قوي يا متين اللهم أعده علينا سنين بعد سنين مجتمعين غير متفرقين اللهم ارزقنا الاستقامة على الأعمال الصالحة في رمضان وبعد رمضان اللهم ارزقنا التوبة الصادقة والإنابة المخلصة اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وتولى أمرنا وفك أسرنا وأعتق رقابنا من النار اللهم ارحمنا بالإسلام قاعدين وقائمين وراقدين لا تشبت بنا الأعداء والحاسدين يا قوي يا عزيز يا أرحم الراحمين اللهم كما وفقتنا بالصيام والقيام فمن علينا بالقبول يا ديان اللهم من علينا بالقبول إلهنا ولا تردنا خائبين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحومة واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصومة ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محرومة اللهم هؤلاء عبادك اجتمعوا إليك فاغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة أحوالنا اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا وأحسن عزاءنا على فراق شهرنا اللهم لا تجعل هذه الوقفة آخر العهد اللهم ما قصر عنه رأينا ولم تبلغه مسألتنا من خير أنزلته على أحد من عبادك فاجعله لنا من أوفر حظ ونصيب اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا نحن الفقراء إليك نحن الفقراء إليك نحن الأسرى المنطرحون بين يديك نسألك مسألة المساكين وندعوك بدعاء المذنبين ونبتهل إليك ابتهال الخائفين ابتهال من خضعت لك رقابهم وذلت لك أجسادهم ورغمت لك أنوفهم اللهم تقبل منا يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا أعمالنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم لا تجعل لأحد في أعمالنا مقصدة يا أرحم الراحمين أرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا وأعذنا من الرياء والسمعة يا حي يا قيون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك نؤمن بك ونتوكل عليك أنت الغني ونحن الفقراء أنت القوي ونحن الضعفاء أنت الغني ونحن الفقراء أنت القوي ونحن الضعفاء أنت الغني ونحن الفقراء أنت القوي ونحن الضعفاء اللهم واصل المنقطعين أوصلنا إليك اللهم هب لنا منك عملا صالحا يقربنا إليك اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض اللهم أحسن قوفنا بين يديك ولا تخزنا يوم العرض عليك لا تخزنا يوم العرض عليك تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل ركوعنا وسجودنا اجعلنا من عتقاء رمضان أجرنا من النار أجرنا من خزي النار أجرنا من كل عمل يقربنا إلى النار أدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم اجعل يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ليلتنا هذه من عتقائك من النار اجعلنا من المقبولين الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيم يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رازق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عليم يا كبير يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا مجيد يا واجد يا واحد يا صمد يا قادر يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا حي يا قيوم يا مقيت يا مميت يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقصت يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا هادي يا نور يا بديع يا باقي يا وارس يا رشيد يا صبور يا الله برحمتك نستغيس يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا نعم المولى ونعم النصير سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك يا حي يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا زا الجلال والإكرام اللهم زيننا بزينة القرآن أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن أكرمنا بكرامة القرآن ألبسنا بخلعة القرآن شرفنا بشرف القرآن ارحم جميع أمة محمد بحرمة القرآن اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم وعافنا يا رحيم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا اجعلنا ممن يقرأه فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيذل ويجقى ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء اللهم ارزقنا القناعة حببنا إلى صلاة الجماعة ذكرنا بالموت كل ساعة احشرنا مع النبي المصطفى اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا ويقينا صادقا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته اجعلنا نخشاك حتى كأن نراك وأسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا بنبيك ومصطفاك اجعلنا نخشاك حتى كأن نراك أسعدنا بتقواك متعنا برؤياك اجمعنا مع نبيك ومصطفاك انصر الإسلام وأعز المسلمين أعل بفضلك كلمة الحق والدين أهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين رد المسلمين إلى دينك ردا جميلة انصرنا على أنفسنا اللهم انصرنا على أنفسنا حتى نستحق أن تنصرنا على أعدائنا استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا ولا تخيب فيك رجاءنا اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا بلغنا مما يرضيك آمالنا ول علينا خيارنا لا تول علينا شرارنا ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تآخذنا بما فعل السفهاء منا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنة واجمع لنا خيري الدنيا والآخرة أصلح أحوالنا ألف بين قلوبنا اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا برحمتك الواسعة عمنا اكشف شر ما أغمنا وأهمنا على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا وأنت راضٍ عنا اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينة وفي القبر مؤنسة وعلى الصراط نورة وفي القيامة شفيعة وإلى الجنة رفيقة ومن النار ستراً وحجاباً ومن النار ستراً وحجاباً وإلى الخيرات دليلة وإمامة بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والسلج والبرد إنك عفو كريم تحب العفو فعفو عنا يا كريم توب علينا يا رحيم سامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا لا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين